السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أزاي الطلباء في فيديو الجديد من شرح مادة الصحية إن شاء الله في هذا الفيديو سنكمل على موضوع شابتر 10 وإحنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الـ Collection System وأنواحها شفنا أنه في عندنا عدة أنواع كان في عندي نوع الـ Combined كان في عندي نوع Separate وكان في عندي نوع Partially Separate Systems تمام؟ وتحدثنا عنهم بالتفصيل شفنا مميزات كل واحد شو سلبيات كل واحد وين منستخدم كل واحد فيهم طيب الآن ماذا ننجي أتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن Storm Seewer عن السيورز اللي بتخص الستورم اللي هي السيورز اللي يعني بتتسرب إلها مياه الأمطار تمام؟ وبتمقوا المياه الأمطار لعند أو لعند الـ Disposal أو لعند الـ River أو الـ Water Body تمام؟ زي ما بدك سميه فهي له أكثر من المسمى اللي هو المكان النهائي لوصول الماء تمام؟ طيب فبحكي لك أول إشي في عندنا Storm Drain أو Storm Seewer هو عبارة عن شبكة اللي بتشيل الـ Surface Drainage أو الـ Surface Water اللي نزلت عندي على الشارع أيوة From Surface Inlet إذن بتأخذها من Surface Inlet الـ Inlet زي إيش؟ أيوة زي الكيربز القتارز المانهولز يعني بشكل عام فهذولا مثلا يعتبروا انلتس مثلا هذول النقاط هذولا يعتبروا انلتس فتقدر تعتبرهم من تمام؟ بهذا الشكل إذن هي عبارة عن نتورك من الـ Pipes بتشيل الماء من عند الـ Surface Inlets لوين؟ أو من المانهول لعند تمام؟ بالنهاية رح توصل إياها للـ Outfall Outfall زي ما منعرف ممكن يكون أو أي مكان ثاني نحن بنتخلص فيه من المي تمام؟ طيب بحكي لك هنا هذا الفيجر بيمثلك والله طبعا لاحظ انه مثلا بيحكي لك بالنسبة لـ A بيمثل لـ Lateral وبالنسبة لـ B هو لـ Trunk اللي هو الخط الرئيسي تمام؟ طبعا دائما اللي ترانك بيكون كقطر أكبر من تمام؟ والـ Lateral اللي حكينا عنه اللي هو حكينا عنه طبعا بتوصيلات الـ House يعني يوم يكون موصل مع الـ House System تمام؟ هنا نحكي انه الـ House Seewer بوصله مع الـ Lateral بس هنا في موضوع الـ Lateral هو الـ Pipes اللي بتكون موصلة بين الـ Man Halls أيوة اللي هي على عرض الشارع تمام؟ أيوة بحيث انك تجمع الـ Man Halls مع بعضها فأول Pipes عندي بتكون عندي يعني الـ Man Halls مباشرة بتكون موصلة مع أيش مع الـ Lateral والـ Lateral بعدين بتلتقي عن النقاط عن Junction تمام؟ هاي النقاط كلها تم نسميها Junction وطبعا عند الـ Junction دائما بكون في عندي Man Halls تمام؟ طيب فأنا بتلتقي هاي الـ Lateral In Junction بس تجد تلتقي مع بعضها بوصلها بايش بالـ Trunk Line Trunk Line اللي هو الخط الرئيسي أو الخط الأكبر من الـ Lateral تمام؟ وهذا Trunk Line بشيل المي بظل شايلها بوديها لوين؟ لعند الـ Outfall تمام؟ فإذا الفكرة انه المي تيجي منها على الـ Man Hall بتروح لعند الـ Lateral بعدين Lateral بتجمعه مع بعض بروحوا لعند الـ Trunk Line والـ Trunk Line بودي المي بالأخير لعند الـ Outfall أو المكان اللي احنا منا نوصل المي إله تمام؟ طيب فبحكي لك System Components يعني شو مركبات السيستم بشكل عام؟ في عندي Inlets زي ما شفنا في عندنا نقاط اللي هي بتدخل المي منها لعلى السيستم على السيور سيستم أيوة واللي هي Man Halls تمام؟ فبحكي لك الـ Inlets هي عبارة عن Structure Design لبداية المي باستخدام فهي يعني بلنهاية و هي نتصمم عشان يسمح المي باستخدام انها تدخل لـ Seewer System واللي هي بكل بساطة وظيفته كابتشار ران اوف سيعمل كابتشارينج للران اوف يعني انه الران اوف كل ياته يتصرب من خلال هاي المانهولز و يدخل لـ System الموجود عندي عشان يتم تصريفه طيب عندنا بايبس أكيد البيبز لازم تكون موجودة سواء السيور بايبز أو الكندوتس طبعا الكندوتس أو سيور بايبز نفس المصطلح تمام فهي بيقول لك البيبز وظيفتها دائما بتنقل الستور موتر لين؟ لعند الاوتفول بالنهاية تمام طبعا ممكن أحتاج أثناء عملية البيبز أو أثناء عملية البايبينج تمام أي وبيحتاج أنا لليفت ستيشنز أحيانا ليفت ستيشنز أنه أنا يعني محتاج أنه لمضخات تمام بحيث أنقل الويس ووتر أو الستور موتر الموجود عندي طبعا نحن حكينا سابقا أن الستور موتر بالغالب ما منحط لها مضخات يعني بنسبة كبيرة 90% 95% خاصة الستور موتر ما منحتاج فيها لليفت ستيشنز ولكن أحيانا تضارس الأرض بتجبرك ما بتعرف يعني فبالتالي إذا انجبرت يعني وهذا الإشي نادر جدا إذا انجبرت في هاي الحالة أنت بدأت تستخدمي الليفت ستيشنز تمام فالليفت ستيشنز هاي اللي أنت يوم بدا تستخدمها بقول لك مثل بتستخدمها يوم ما تقدر تستخدم من غربيتي فلو يعني انت مجبور بدك تنقل المي أيوة أو الستور موتر أو المانهول موجود عندك والله موجود منطقة منخفضة فبالتالي انت بدك ترفع المي من المانهول وتنقلها لعندي الأوتفول الأوتفول اللي هو أو ديسبوزل اللي هي آخر نقطة النقطة اللي بتخلص عندها من المي الموجود عندي تمام ففي هاي الحالة أنا بحتاج لفت ستيشنز يعني ممكن تشوفوا بهاي الصورة فنلاحظ هنا في عندنا لفت ستيشن تمام وموصل مع المانهول هاد فهذا المانهول وصلناه مع اللفت ستيشن بهدف انه المي تتسرب وضرها نازل تمام بعدين تتسرب وتنزل هون عند المانهول وهذا وتنزل هيك ويتم بعدين وبعدين تروح لهاي تشنل مثلا وبعدين تخرج على شكل أوفرفلو أي ولا عند الريسيفينج ووتر أو لعند الووتر بلي تمام فبالنها يعني اللفت ستيشن وظيفتها زي البومبينج انه يعني تنقل المي من الهد القليل لا الهد العالي لانه يعني هاي بتكون احيانا في منطقة منخفضة فانت مجبور انك تستخدم لفت ستيشن مجبور تستخدم بومبينج تمام ولكن هذا الاشي نحن دائما منحاول نتجنب وقدر الامكان في تصميم ايوه معظم الاستورم سيور يعني اتوقع ما فيها بومبينج تمام او ما فيها لفت ستيشن كثير ايوه لانه يعني لاحظ مثلا هذا الاستورم سيور نرجع لهذه الصورة ما فيه بالصورة كليات غير يعني لفت ستيشن وحدة على الرغم من انه هاي المنطقة اتوقع يعني اكيد رح تكون كبيرة يعني مش صغيرة ايوه تمام فالفكرة الاساسية هون انه الفت ستيشن يعني ممكن تكون موجودة فانه في هاي الحالة متى بتكون موجودة بتكون موجودة يوم ما انا احتاج اه يوم ما انا احتاج اني انقل المي اه وانا القرفيتي فلو مش شغال عندي Фانا بحتاج انقل المي من الهد القليل لالهد العالي طيب ايضا في عندنا بحكي لك اللي هي اللي هي والماكن اللي� من حجز فيها المي زي زي الـ .. ثمام ايضا في عندنا الـ اللي هي التحويلات داي—تي تحويلات المي –تحويلات بكل بساطة واللي هي هاي يعني هاي الاشياء مثلا هذا البايب هنا والله يحول البيهب بهذا الاتجاه هذا الباة مثلا مشت المي بهذا الاتجاه فاهي اللي يناره مسمى بما الحارم؟ فاي دا kto يKnall تمام كلاياتها فهي الأماكن اللي بتحول فيها اتجاه سريان المي تمام فهي كلاياتها بنسميها فإذا البايبز بشكل عام الهدف الاسمة منها انك تنقل المي من عند ايوه من النقاط اللي دخلت فيها المي على الووتر سيستم ايوه لوين لعند الهيد وال او لعند اللي هي النقطة اللي بتخلص منها من المي تمام فهي بحكي لك الاو ستور موتر انها تطلع من السيستم وايضا انها او انها ترجع مرة ثانية للبيئة للانفيرومنت بدون يعني ما تسبب لي اي اضرار او اي اشي ثاني تمام طي فهي الموجودة عندي طبعا هذا كمان قراف بسيط ايوه بحكي لك انه هنا والله في عندنا بتدخل المي بتنزل عن طريق هذا البايب طبعا هذا البايب مثلا بتقدر تحتبره تمام بعدين هذا البايب بيجي هون مثلا وفي اكيد بايبز اخرى المفروض تكون موصلة يعني مع هذا المان هولز تمام بعدين عندنا بتنيجي على الترنك على الترنك بايب تمام ومن الترنك من روح لوين لعند الاوتفول والاوتفول بيكون موصل مع سريم ريفر احيانا بكون او يعني باغلب الحالات بكون ريفر تمام وهيك بتم التخلص من المي الموجودة عندي تمام طبعا هذا هنا كمان موضح هنا بهذا الشكل مثلا ونشوف في عندي انلتس هاي كلياتها انلتس طبعا لهي مان هولز في عندنا انلتس هون هذا طبعا شوبن سنتر في موجود عنده او جنبه انلتس كمان بحيث انه يتم التخلص من مياه الامطار اذا ازلت طبعا هاي البايبز لاحظ البايب سيستم اللي باللون الازرق كليات هاي موجودة عندي وبالنهاية كليات هاي البايبز وين بتوصل على اوفرفلوز لاحظ مثلا هون في عندي تتنشن في عندي بايزن مثلا هنا يعني ممكن يتشت الدنيا وهون الميت يتم احتجازها طبعا هاي بتكون امتداد ايش لانه هنا في عندي زي جبل اوادي فانه هون المي بتم احتجازها تمام وبعدين منصير نخليها يعني تتدفق اول باول اه للسيستم اللي عندي ويتم التخلص منها طبعا يعني هي مش بتكون منطقة جبلية ووادي وهيكا انه ما في اياه لا يعني اكيد بكون في عندها زكان تمام هون في هاي المنطقة اكيد لازم يكون في زكان ولا يعني لو ما فيش زكان معناته خلص يعني ممكن انه احنا اه ممكن تكون منطقة ترابية ما فيش عليها فبالتالي ميت تتسرب لباطل الارض وهيكا يعني ما في داعي مثلا خليها تتسرب اه خلال تمام طيب فهي بالنسبة للسطورم سيور سيستمس طيب بحكي لك هون بالنسبة للإنلتس يعني بعض النقاط على الإنلتس طبعا الإنلتس هي ما شفنا اللي هي المان هولز مان هولز يجب هذا الشكل أو هذا الشكل هاي بتشوفه بنص الشوارع تمام ايو طيب المان هولز خاصة هاي المان هولز بقول لك أنا في عندي سبريد ويث السبريد ويث اللي هي المي هسا يوم بتيجة تسيل بالشارع في عندك السبريد ويث اللي هو العرض تاع المي اللي هو أكبر عرض للمي تمام أكبر عرض المي بتكون عليه أو بطوص المي بيكون يعني على امتداده تمام قبل ما يدخل على المان هول تمام فاضه هو من سميه سبريد ويث أيضا طبعا هاي كل يات الشغلات يعني بتدخل موضوع التصميم للمان هول وسحنا ما رح ندخل في هاي الأمور تمام بس رعاني رح نوخل معلومات عامة عنها أيضا بقول لك الكمبنيشن إنلت الكمبنيشن إنلت اللي هو يعني الكير باند غريت الكمبنيشن إنلت يعني اللي هو إنه عندك هاي مان هولز أو كيرب أند غتر بكون بهذا الشكل مثلا هنا عندنا هاي كيربز أند غترز الكيربز أند غترز اللي هي بتكون يعني مانهول موجود هون في عندنا كمان هنا مانهول على الجنب تمام فهذا من سميه غترز ماشي فهذا من سميه الكيرب أند غترز ماشي طيب فإذا هذا هو الهمه اللي هم الكيرب أند غريت أو كيرب أند غترز بغض النظر يعني إيش اسماءهم فمن سميهم الكمبنيشن إنلت تمام Application..? سماهم combination inlets لانانا في عندي لعنى َ في عندي جايه هنا على الجنب في عندي جايه هنا على ارض تمام فبالتالي سماهم combination الطيب أيضا في عندنا الكري اوفر الكري اوفر يعني بنقدار نوضحه هنا بالصورة هاي الكري اوفر لوه المي اللي بتييجي أيوا على المانهولن موجود عندي فانو هنا في عندنا مانهول ففي عندنا مي بتتيجي في جزء من المي رايح يدخل طبعا أيوا احيانا في جزء من المي بيصير له يعني بمر ما بدخل بهذا المانهول بس اكيد بتصرف بالمانهول البعدي تمام طبعا هذا الاشي متى بصير كما تكون كميات الامطار كبيرة فمش كل المي يعني بتتصرف خلال المانهول نتيجة يعني انه كميات مياه الامطار كثيرة وفي عندنا ران اوف بكميات عالية وبالتالي في عندنا الجزء بصير double bypass يسمى الحكاري اوفر اللي هو الفلو ذات بإنلت проб يعني الفلو اللي بمر من فوق الإنلت وما بدخل فيها تمام اللي هو هذا الجزء فهذا الجزء بسمو الكاري اوفر ايوا فبالنهاي انه انا في عندي كميه تجيو رح تودخل عندي طبعا هاي هون الكاري اوفر المفروض هون هم محاطينها تمام بس هاي الصورة يعني اجبتها من الانترنت ما علينا ماشي فانه انا يعنى去 help send by pats هاي هي نفسها الكيو الكاري اوفر اللي يعني مرت من فوق الالت بدون ما تدخل من خلاله وفي عندنا كيو صارتها كابتشورينغ تمام اللي هو جزء من الكيو صارتها كابتشورينغ ودخلت الى الالت تمام فيعني هاي ايضا بعض الاشياء اللي بدك تأخذها بعيني الاتبار بالنسبة للمان هولز طيب وهو هنا طبعا مثلا بالنسبة للكيربز ايضا احنا بنعرف انه الشارع بكون على شكل كراون يعني لو نشوف هنا في صورة الها او في صورة فوق ايوا بالصورة اللي فوق مثلا هون الشارع مثلا هنا اذا بتلاحظ بكون على شكل كراون صح تكون معيل تمام ايوا فالشارع ليش احنا بنعمله معيل زي ما بنعرف احنا خذنا هذا الحكي اذا اخذت مادة الهايوي اyy وا فانه اكيد انه الشارع احنا بنعمله معيل عشان المي تتصرف في كل سهولة لعند المان هولز تمام فدائما بتلاقيش سكشن تاعة الشارع بكون على شكل كراون تمام غالبا هاضوا السلوب بكون 2% وهنا السلوب اللي جنبه 2 بالمية عشان ايش نعمل تصريف للمي والمي عندي ما تتجمع على الشارع فتتصرف الميه بالنهاية لعند المانهولز طيب بحكي لك احنا من هون بنقدر نقيس اش بيسموه الترانسفيرس السلوب اللي هو بكون يعني من عند نقطة الكراون من هون انت بتقيس يعني هاي النقطة في لها تكملي على الجهة الثانية تمام طيب فانت بتقيس من هون المسافة لعند الكيرب او لعند يعني لعند الحفة هاي لهوا لعند الكيرب فانت بتقيس هاي اللي هي الـPounded width of flow اللي هو يعني الwidth اللي بده يمشي الفلو يعني لو نرجع مثلا للشارع اللي فوق تمام فانت راح تقيس هاي المسافة من هون لهون طبعا تقيس المسافة الافقية مش المسافة المائلة تمام فبتقيس المسافة الافقية وبتقيس أيضاً المسافة اللي هو الدبث اللي احنا نزلناه هون أيوة فأنت بتقيس وعندك هاي اللي ترانزبرس بيسموها طيب فأنت بتقيس هدول الثنتين وبتقسمهم على بعض بطلع عندك اللي هو ثنين بالمية والغالب اللي هو يعني نفسه لكرام فهي هاي مبادئ بالهايوي يعني المفروض تكون موجودة وهي الجيومترك مسؤول عنها يعني الجيومترك انجينير اللي بيصمم الطريق هو المسؤول انها لازم تكون موجودة احنا دائماً بنحكي انه موضوع المي وخاصة شبكات المياه مرتبط دائماً موضوع الطرق لأنه انت بتصمم شبكة المي وبدأك تشوف كمان الطريق كيف وضحها عندك خاصة بالنسبة للسؤول طيب فبالتالي احنا عندنا التي وعندنا الدبث زي موحات هنا لو قسميتم على بعض بتحصل على ترانزبرس سلوك طبعاً تبتقسم الدبث واي على البوندد ويث طبعاً يعني هذا اكيد ما بيجع لي اسئلة ولكن انت لازم تكون عارف هيا الفكرة طيب ايضاً في عندنا موضوع سوربا يحكي لي على المتيريال تعت 移ش وشوفنا انه في عندي ليترال وفي عندي ترنك طيب بحكي لك بالنسبة للسيور بايبز بشكل عام سيور بايبز الافيلابل يعني بقولك بتكون انفاريتي اوف ماتيريال يعني انه هي بتكون متوفرة بماتيريال مختلفة انت بتستخدم الماتيريال المناسبة للتصميم الموجود عندك تمام؟ فايذا طبعا كل ماتيريال لها خصائصها واحنا تحدثنا عن خصائص بعض هاي الماتيريال زي الدكتايل ايرون والبي في سي وايضا الكونكريت والاسبيستو السيمنت والاش دي بي اي يعني فيه بقى والبريك وانا بيحكي لك مثلا انت فيرتيفايد كلي فكل هاي الماتيريال فيه بقى جزء كبير من هاي الماتيريال احنا تحدثنا عنه سابقا ايوا فيه اول شابتر في المادة واحنا نتحدث عن الووتر ديستربيوشن سيستم تمام؟ ايوا فيعني هنا نفس الماتيريال نفس الاوضاع نفس المواصفات تقريبا ولكن بيختلفوا انه هم رح يشيلوا ايش؟ سيور بايب تمام؟ فهم رح يشيلوا سيور بايب لاحظ مثلا هون ما فيه كبر مثلا ايوا اذا بتذكر انه الكبر ما كان كويس في التعامل مع الاحماض وهاي الامور فبالتالي يعني الكبر من يتجنبوا انه حاس لانه مش كويس يعني مثلا هون ما في عندنا كبر بايب بينما بس في عندنا داكتايل ايرونز في عندنا بي في سي في عندنا كونكريت كمان في عندنا اسبيستو سيمينس يعني المهم المواد اللي بدك تختارها بالنسبة للسيور بايب لانه طبعا السيور بايب ممكن تكون لويستووتر يعني مش بس ممكن تكون لستور موتر تمام؟ فبدك تختار مواد انها يعني تكون مقاومة ايوا لا الاحماض او لا الاشياء الموجودة يعني والملوثات الموجودة في الويستووتر تحديدا يعني استور موتر عادي تقريبا انه ما فيها ملوثات كثير بينما الويستووتر تحديدا لازم تختار دائما الماتيريا المناسب الى ايوا بحيث انك تنقل الويستووتر وبشكل يعني مناسب بدون ما البايب يتآكل يعني بشكل سريع او يتفاعل مع هاي الويستووتر وبالتالي يشكل لك مشاكل طيب ايضا ايضا بحكي لك هنا في عندنا نوت انه بقولك معظم النيو سيور بايب اكيد شو بتكون؟ بتكون سيركولر يعني شكلها زي هاي الاشكال لاحظ انه كلها تسيركولر بايبز تمام مثلا هاي كونكريت بايبز هاي ممكن مثلا تكون ستيل مش عارف ممكن هاي دكتايل ايرون اتوقع فهاي يعني هاي زي هاي دكتايل ايرون على ما اعتقد تمام ايوا فيعني بتقدر تشوف يعني هذولة كل ياتهم بتقدر تشوف صور الهم وتتوضح الفكرة اذا حاب اكثر واكثر على الانترنت تمام طيب بزي الفكرة الاساسية هون انه بحكي لك انه معظمهم او يعني معظم النيو سيور بايبز الحاليين المستخدمون كلها تهم تقريبا ايه سيركولر كروس سكشن تمام يعني ما في عندنا سيكوير او ركتانجولر كروس سكشن ولكن زمان بحكي لك ولكن المني اولدر سيورز يعني الاولدر سيورز الزمان اللي كانت مصنعة من البريك من مادة البريك تمام ايوا فخاصة اللي كانت مصنعة من مادة البريك يعني غالبا كانت ايش لما بتكون مصنعة مادة البريك بتكون الاوليبتكال يعني بيضوية تمام في هذا الشكل مش انه دائرية ولكن يعني هسه تقريبا كل البيبز او سيور بايبز الموجودة عندك سيركولر تمام وبالسيركولر بالتعامل وبالتصميم بتكون احسن تمام واريح ايوا لانه يعني ما فيش الها غير بعد واحد وهو دايميتا تمام بينما هون لا في لها بعدين يكون في لها قطر هيك قطر هيك تمام طيب فاذن هاي بالنسبة للسيور بايبز طيب بعدين نيجي لالفيرتكال الالايمنت هذا الموضوع مهم بالفيرتكال الالايمنت وبالعادي يعني بيجي اسئلة على هاي النقاط الثلاث طيب نيجي نشرحهم بحكي لك الفيرتكال الالايمنت بكل بساطة اللي هو يعني انه كيف يعني شكل السيور بايب بيكون تحت الارض تمام ايوا شو النقاط المهمة على السيور بايبز ايوا يعني ايش الاليفيشنز اللي احنا مننا نكون عارفينها بالنسبة للسيور بايبز أو أي شيء النقاط الموجودة على سيور بايبز و لازم أكون أنا عارف الـ Elevations إليها طيب فبحكي لك أول شيء في عندنا نقطة الـ Invert يوم تسمع بنقطة الـ Invert هي عبارة عن النقطة إيه الموجودة هون فهي إيش هاي النقطة؟ هاي النقطة هي كتعريف هي Llewest Point on the Inside of the Pipe إذن هي على Llewest Point اللي هي أخفض نقطة في داخل الـ Pipe على الـ Inside على الـ Inside اللي هي النقطة إيه تمام؟ فهي منسميها الـ Invert طب هذا الـ Invert طبعا هاي النقاط كلها تقاس كـ Elevation من وين؟ من Datum يعني هو أنا في عندي Datum المفروض يكون تمام؟ فهذا الـ Datum تقاس هاي النقاط كلها ترتفعاتها منه فيعني هاي النقطة إيه مثلا؟ في الارتفاع عن الـ Datum أي وطبعا هاي الأشياء أو الـ Datum بيكون يعني ممكن يكون مستوى سطح البحر أي ممكن يكون نقاط ثانية طبعا هاي الأشياء ممكن تشوفها وتعرفها حسب كل دولة يعني موجود فيها Datum معين بيكون أحيانا أو حيانا بتأخذ إنه الـ Reference تاحا إنه مستوى سطح البحر أيوة فما في مشكلة يعني بالنسبة للـ Datum فأنت بتقدر تشوفه بأي دولة بأي بلدية بتجيب مخططات بتعرف يعني إيش الـ Datum اللي تأخذه وإيش الـ Datum المناسب ومهندسين المساحة أكثر إشي يعني بيكونوا معنيين موضوع الـ Datum وقياس الـ Elevations تمام؟ طيب فالمهم عندي إنه أنا بالنسبة لـ A يعني تقاس من الـ Datum يعني إلا ارتفاع معين بيكون يعني افترضوا مثلاً H مثلاً H هنا فيه H بالرموزة فافترضوا هذا H مثلاً Small تمام؟ طيب فإذا هذا هو بالنسبة للـ Invert يعني ارتفاعها بيكون من عند الـ Datum لعند الـ Lowest Inside Point تمام؟ طيب فبحكي لك The Invert Level is the Vertical Distance فهو بالنهاية المسافة الرأسية Of the Invert above some fixed level أو الـ Datum فإذا هي الـ Invert Level بالنهاية هو عبارة عن الارتفاع ارتفاع النقطة الـ West Point on the Inside of the Pipe عن الـ Datum الموجود عندك طيب بالنسبة للـ Sofit الصفت Level عكس الـ Invert يعني اللي هي النقطة B تمام؟ اللي هي الـ Highest Point on the Inside فاللي هي يعني الارتفاع هذا بتيدي تحكي المسافة من هون لهون يعني هي عبارة عن H زائد الـ Diameter صح ولا لا؟ الـ Diameter تاع الـ Pipe ماشي؟ فهي بالنسبة للنقطة B اللي هي ارتفاعها رح يكون H اللي هي ارتفاع نقطة A زائد النقطة D تمام؟ أو زائد الـ Diameter مش النقطة D زائد الـ Diameter تمام؟ أي وأيضاً في عندنا الـ Crown Level Crown Level اللي هي الـ Outside Diameter أو Outside Point اللي هي The Highest Point on the Outside of the Pipe تمام؟ طبعاً هذور ممكن يجيك عليهم مسئلة True False فاركز فيهم كويس ويعرف كل واحدة ويعرف كمان رمز كل واحدة على الصورة هاي تمام؟ اللي هي C و B و A فA بترمز للـ Invert B بترمز للـ Soft Level اللي هي The Highest Point on the Inside of the Pipe وإيضاً لـ Crown Level اللي هي C اللي هي The Highest Point on the Outside of the Pipe تمام؟ طيب واللي هي ارتفاعها قمنا نجي يعني نحسب ارتفاعها فارتفاعها فعلياً بكون ارتفاع B نضيف عليه Thickness صح؟ بس دقى تضيف عليه Thickness للـ Pipe اللي هو T تمام؟ T اللي هي Thickness أي مودون Pipe Wall Thickness اللي هي الارتفاع يعني Ground Level يسموه تمام؟ ارتفاع الأرض موجودة عندك واللي هو يعني بتطيف عليه هون بقول لك Y2 تمام؟ فاللي هو بصير يعني عندك H زائد ديمتر زائد T زائد Y2 اللي هي المسافة بين D وبين C تمام؟ بين D وبين Ground Level طبعاً إحنا بهمنا أثناء الحفر بهمك المسافة D من عند D من عند Ground Level لعند A لعند الـ Invert فبهمك المسافة Y1 تكون عارفة تمام؟ غالباً إحنا منصمم وين؟ على الـ Invert Level غالباً يعني في أغلب التصاميم يصموه على الـ Invert Level تمام؟ في بعض التصاميم لا، ممكن يصموه على Crown ممكن يصموه على Sofit أو على Sofit فإنت طبعاً إحنا هنا بنحكي عن غالب التصاميم إنه بتم تصميمها على الـ Invert Level فأنت بدك تكون عارف هاي النقطة إنه مدامك أنت بتصمم على الـ Invert Level فلازم أنت تعرف مستوى أو يعني ارتفاع الـ Invert Level وقديش أنت بدك تحفر يعني قديش أنت بدك تنزل هون أيوة تحفر عشان أنت والله يتحط الـ Pipes بالشكل المزبوط تمام؟ يعني هذا الإشي مثلاً زي هون بهاي الصورة إنهم حفروا هذا الارتفاع هذا العموق حفروا لاحظ لوين؟ إنه عند الـ Invert طبعاً إنت المفروض تكون عارف الـ Invert طبعاً الـ Thickness يعني لاحظ Thickness بالعادي يعني ما بكون هالإشي الـ Wow اللي بيأثر لك يعني لديزاين اللي موجود عندك تمام؟ فبالتالي أهم شي أنت تعرف بدأت تحفر يعني لوين؟ عند الـ Invert Level وبحيث أنك تعرف لوين أنت بدك تنزل كذلك العمق اللي لازم أنت تنزله هذا الإشي طبعاً بيعتمد أيضاً على اللودات يعني لود المركبات اللي جاي على الشارع وكثير أمور تمام؟ فبالتالي بس إنه المهم أنك تعرف هنا إنه الـ Invert Level أنا بدي أعرف لوين أنزل بحيث أحط الـ Pipes وأصمم شبكة Storm Seewer System الموجود عندي تمام؟ طيب نيجي لآخر دقطة في هاي المحاضرة واللي هي المان هولدز طيب المان هولدز تحدثنا عنهم كثير وأكيد أنت بتعرفهم هسا اللي هم زي بالصور هاي طبعاً إلها أشكال مختلفة هاي المان هولدز أو هاي تمام؟ مثلاً هذا يعني ممكن نعتبروا هذا الـ Spread Width ماشي طيب مثلاً ممكن إلهم أشكال زي هيكة في عندك مان هولدز كمان زي هيكة بتكون زي جونكشن نقطة التقاء أكثر من بايب فبالتالي بيجي بحكي لك بالنهاية المان هولدز هي ديزاين تبروفايد اكسس تو سيور يعني بالنهاية هي نقاط انلتز صح ولا لا يعني المي تيجي بتدخل منها على السيور سيستم الموجود عندي فهي بالنهاية طبعاً مفيدة جداً في موضوع التستنك إذا أنا بدأ أخذ عينات مثلاً وأفحص السور موتر الموجود عندي فأنا بقدر أخذ العينات من المان هولدز ها ويزاية من البلت الدنيا حتى انا برانجوم عارب95 فأiant تبروف العينات وبقدر gedacht حول المان هولدز لا تأخذ العينات من البلت القوة كان المان هولدز يجو نعيد في موضوع العينات تحديداً يعني أكثر شيء إن كنت بتستفيد منها في موضوع العينات وأكيد أهم فائدة إلها إنها هي انلت أصلاً إنها هي السبب الأساسي في دخول الستور موتر لعند السيور سيستم الموجود عندك أيضاً بحكي لك الفيجوال انسبكشن أوف سيورز هسا في عندنا بعض المان هولز اللي بكون فعلياً تحتيها يعني أيو مثلاً بالدول الكبرى أيوة في يعني بكون عندك نظام صرف صحي ترا كبير تمام يعني تحت تحت الشارع بتلاقي فيه نظام صرف صحي كبير يعني بتلاقي إنها يعني زي نفق تمام وبتمشي فيه المي عادي يعني أيوة فبالتالي هذا الاشي أكيد يمكن شوفته أفلام أو إشي معين فهذا الاشي واقعي يعني موجود تمام أيوة فهذا الاشي إيش بيعني بفيدك إنه المان هولز هي بتقدر يعني من خلالها تنزل أيوة وتشوف فيجوال انسبكشن يعني تلقي نظرة على السيورز الموجود عندك لأنه زي ما قلنا هاي السيورز اللي بتكون أقطارها كبيرة أيوة هاي السيورز بالعادة بتكون كومبايند أصلاً تمام فبالتالي انت ممكن تنزل داخل هاي السيورز أو السيورز سيستم اللي وجود عندك وتعمل فيجوال انسبكشن تمام يعني تستطلع تشوف هل فيه أعطال ما فيه أعطال كذا يتم إصلاحها كلياتها أيضاً أيند بلايسمينت آند مينتننس وأيضاً بتفيدني يعني مان هولز في عملية البلايسمينت والمينتننس تمام أيوة يعني مثلاً إذا كنت تشتغل مثلاً على بايبز زي هيك مثلاً أيوة طيب عن على بايبز زي هيك فالبايبز زي هيك إذا كنت تشتغل عليها مثلاً أكيد يعني بتفيدك المان هولز إنك تعرف والله إذا في عندك بدك أنت بحاجة إلى مينتننس بحاجة إلى إشي معين تمام وهذا الإشي أكثر اشي كمان بفيدك بموضوع البلايسمينت لأنك أنت قاعد أنت بتصمم بالشبكة فأنت قاعد يعني أنت بتحط شبكة جمهج المنزين contamur الجبقي يعني بساعدك انك انت تعمل للاي اوت في حيث انه هذا المكان يعني بكون مفتوح تمام فانت بتقدر توصل منه التوصيلات وتزبط الامور يعني في من ناحية انك تتوصل والله البايبز مع بعضها وايضا غالبا اصلا هو بكون محظوظ عن جنكشنز فبوصل اكثر من بايب مع بعضها فانت بتقدر توصلهم كلياتهم تمام طيب ايضا بحكي لك كمان و ايضا بعمليات يعني مراقبة انه الفلو تاع الووتر طيب ماشي فاذا المانهولز مفيدة على كثير اصيدة منها هي تستنج ايضا يعني ايضا يعني و كثير امور اهم النقطة في هذا السلايد اللي هي المانهولز يعني عند اللي هي النقاط اللي يعني بتجمع الماء فيها تمام وتحديدا عند بعض اللوكيشنز اللي بصير فيها نرجع على هاي الصورة لاحظ انه هون مثلا هون دخلت المي هيك هون و صار في عندي change San Francisco بحوط مان هون مثلا هون في عندي يعني نقطة قادة بتجمع فيها المي فبحوط مان هون على الشارع طيب هون حطينها هون كمان لانه صار في عندي changes San Francisco تمام؟ أيضاً هذا يعتبر ماذا؟ يعني هذه النقطة مثلاً أو هذه النقطة مثلاً خليني نجي لهذه بس خليني نجي لهذه طيب هاي النقطة هاي النقطة إيجو هاي نقطة؟ تعتبر تعتبر Junction تمام؟ فإذاً عند ال Junction أنا أضع Manhalls فإذا نلاحظ أنه نرجع هون لهذه الثلاث بيحكي لك أنه Manhas أيضاً عند ال Junction عند ال Major Junction هي موجودة هون طيب أيضاً عند ال Changes in size يعني لو Pipe كان مثلاً صغير و كبر تمام؟ فيعني يوم يتغير size للpipe أنا بحط manholes في هذه النقطة تمام؟ أيضا changes in gradient يعني changes slope يعني والله slope كان هناك بعدين صار أخف مثلا slope أو صار أقوى أو يعني زاد slope اللي موجود عندك فبالتالي هنا بتحط manhole تمام؟ طيب أيضا بقول لك تقريبا يعني إحنا لازم يكون في عندنا manholes كل 90 إلى 200 ميتر وهي الانتيرفل حفظ لأنه ممكن يعني تيجيك سؤال بكوز تمام؟ فبقول لك at every 90 إلى 200 meter intervals depending on the size of the sewer pipes طبعا هذا الاشي بعتمد على size of the sewer pipes بالنهاية the meter أيضا بقول لك للمانhole بعتمد على شغلتين أساسيات واللي هم size the sewer pipes يعني أكيد كل ما كان عندك السيور pipes عندك كبير كثير أيو وأنت قاعد بتحكي مثلا ممكن يكون نظام combined مثلا system فبالتالي في هذه الحالة أنه انت محتاج من هو الأكبر تمام؟ أيو وأيضا بعتمد على orientation and number of inlets أيو وأيضا بقول لك number of inlets اللي هي عدد المداخل موجودة عندك يعني لو مثلا الشارع ما كانش في مداخل كثير أو ما كانش في manholes كثير فالمفروض أنت تكبر كل manhole موجودة عندك بحيث أنه يجمع ماء أكثر صح؟ أما لو كان في عندي manholes بعدد كثير أيو وأيضا في هذه الحالة أنت ما في داعي أن تكون كل manholes عندك كبير تمام؟ فإذن يعني بالنهاية the meter of manholes أو يعني size the manholes لأنه ممكن manholes ما يجيش يعني دائري ممكن يجي مستطيل زي بالأشكال هاي size بعتمد على size of sewers أيو size of sewers اللي أنا بدأ ووصله معاها أيضا the orientation and the number of inlets يعني عدد ال inlets الموجود عندي عدد المداخل اللي يعني رح تدخل ماء منها لـ sewers system أيضا والorientation يعني هاي المداخل اتجاه هاوين يعني هل الماء بتدخل منها مثلا من هذا الاتجاه ولا من هذا الاتجاه ولا هي جاء يعطرة في الشارع ولا في مدائم في manholes ما يبتيجي بنص الشارع عادي تمام؟ زي اللي شفناها فوق أيو زي في manholes أيو زي هاي مثلا بتكون لص الشارع فهاي الديميتر لها كيد يعني ممكن مختلف وبتكون أحيانا أصغر من هاي مثلا أيو في هاي الحالة أيو في يعني أمور كثيرة أيو أو عدة أمور بتتحكم بالديميتر للمانholes وأيضا بهم ماك تعرف انه المانholes احنا وين منحطها يعني أهم نقطة انك تعرف وين المانholes منحطها يوم يتغير الـ direction غير الـ direction يعني بايبس كان هيك بعدين صار هيك فأنا بحط هنا manhole مباشرة أيو وأيضا عند تغير في gradient تغير في size عند الـ junctions وتقريبا كل 90 إلى 200 ميتر أيو احنا منحط manhole تمام هذا الاشي بعتمد طبعا على size of sewers وبيعتمد أيضا بالنسبة للديميتر بعتمد أيضا بخش عندك موضوع orientation and number of inlets ولهون بتكون انتهت محاضرتنا وإن شاء الله في المحاضرة القادمة رح نكمل هذه المادة ونكمل ما تبقى في هذا الشابتر وبس والله يعطيكم ألف عافية شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في أمان الله